السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي المشاهدين ومتابعين ومرحبا بكم إلى هذا الفيديو الجديد الذي سوف أستعرض فيه معكم معجزة شعرية فريدة لشاعر اليمن الأسطوري عبدالله البراتوني رحمه الله هذه المعجزة هي عبارة عن قصيدة شعرية كتبها شاعرنا رحمه الله قبل 57 سنة تخيلوا 57 سنة بالتمام والكمال وفيها يتحدث الشاعر وبالتفصيل الممل عما سيحدث في الأراضي المحتلة من جرائم وخراب ودمار على يد المحتل الغاصب المجرم وكيف سيقابل العالم هذا الخراب بالتجاهل والنبالاه وكيف سيسعى الغرب إلى تحميل المجرم إلى تجميل المجرم وتبرئته مما قد اكترفته يداه بدعوة دفاع عن النفس ثم سيختم الشاعر قصيدته بما سيلقاه هذا العدو المجرم من اليمن الذي سيقف موقفا مشرفا في هذه القضية وفي مواجهته وفي مواجهة العدو وهذا ما ستدركونه في آخر الأبيات طبعا أنا تجنبت ذكر اسم العدو لأن اليوتيوب يقوم بإخفاء كل الفيديوهات التي تتعرض له بالسوء بحيث لا يحصل على نسبة مشاهدات عالية يعني المسألة مسألة كتمان وكتم للحرية أو لنقول تقييد للحرية مع أنهم بيتعو أنهم روادة الديمقراضية والحرية وكل كذب خرط لا أضيل عليكم والقصيدة بعنوان سفاح العمران أو سفاح العمران ويقول فيها أقاتل العمران أخجلت المعاول والمكينة الآن في فمك النفوذ وفي يديك دم الخزينة جرحت مجتمع الأسى وخنكت في فمه أنينة وأحلت مزدحم الحياة خرائبا ثكلا طعينة ومضيت من هدم إلى هدم كعاصفة هجينة وتنهد الأنقاض في كفيك أوراق ثمينة وبشاعة التجميل في شفتيك كأس أو دقينة سل ألف بيت عطلت كفاك مهنتها الظنينة كانت لأهليها متاجرا مثلهم صقرى أمينة كانوا أحق بها كما كانت لمثلهم قمينة فضحنتها ونفيتهم من للضحايا المستكينة أخرجتهم أخرجتهم كاللاجئين بلا معين أو معينة وكنستهم تحت النهار كضينة تجترطينة فمشوا بلا هدف بلا زاد سوى الذكر المهينة يستصرخون الله والإنسان والشمس الحزينة وعيون أم النور خجلا والضحا يدني جبينة والريح تنسي من عصير الوحل كصتك المشينة من أنت؟ من أنت شيء عن بني الإنسان مقضوع القرينة ذئب على الحمل الهزين تروعك الشاه السمينة عيناك مذبحة مصوبة ومقبرة كمينة ويداك زوبعتان تنبح فيلها فيهم الضغينة يا وارثا عن فأر مأربا خطة الهدم اللعينة حتى المساجد رؤت فيها رؤت فيها الطهر أجلكت السكينة يا سارق اللقومات من أفواه أطفال المدينة من ذا يكف يديك عن عصر الجراحات الثخينة من ذا يلبي لو دعت هذه المناصات التفينة من ذا يلقن ضفرة الإعصار أخلاقا غزينة نآتي الشواطئ يا رياح فأين من ينجي السفينة نآتي الشواطئ يا رياح فأين من ينجي السفينة إلى هنا وتنتهي القصيدة أشكركم على حسن المتابعة والإصقاء ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات وهذه خالص تهياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة